في هذا الفيديو سنحل مشكلة رسالة Windows is not a valid Win32 application السلام عليكم يا شباب احاكم ان شاء الله ديمون تكونوا بالف خير معكم اخوكم احمد ارجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد قبل ما نواصل شباب عيد مبارك سعيد كل عام وانتم بالف خير بالصحة والعافية ان شاء الله وبدون ما ننسى اخواننا واهالينا في غزة يا شباب الله ينصرهم ويكونوا في عونهم ربنا يقويهم وينصرهم على العدو الظالم كتير ناس اخوان واحنا اكيد منهم راح تشوف العيد مبسوط فرحان بتضحك مع اهاليك اكيد الفرحة يعني ما في حدا بيقولك لا تفرح ولكن نذكر بس اخواننا يا شباب ندعي معاهم ونحاول اقل شيء نعمل اللي علينا واللي نقدر عليه في مساندتهم الله يكون نفعونهم ان شاء الله مقطعنا لليوم شباب راح يكون طبعا عن مشكلة الرسالة هاي اللي بتظهر قدامكم اللي بتظهر اثناء يعني يفتح او تتبيت بعض التطبيقات او حتى الالعاب تعليق شفتوا عن هاي المشكلة يا احمد عندي المشكلة هاي فان شاء الله في هذا الفيديو راح اشارك معاكم من الحلول اللي تقدر بيها تتخلص من هاي المشكلة بعيدن الله نهائيا بدون ما نكتر حكي كتير شباب اذا ما كنتم مشتاركين في قناة اشتركوا في قناة فعلوا زر الزرس وخلوا الاشعارة على الكل بالنسبة لاول خطوة راح نعملها شباب راح نيجي هون للبحث ورح نكتب CMD CMD Command Prompt نضغط كليك كيمين ونيجي هون على Run As Administrator بعدها شباب راح نيجي هون وناخد الامر الاول بهذا الشكل هذا الامر كوبي راح اخليلكم الامرين هذول هذا وهذا في الوصف او في اول تعليق متبت راح اخليلكم نجيب الامر الاول وندغط كليك كيمين من الماوس بهذا الشكل يتم لسقه هون وبعدها نضغط على Enter يعمل فحص للامج زي ما شوفون العملية بدأت عشان اذا في اخطاء في اي مشاكل تتصلح ان شاء الله فبنستنى العملية هاي حتى تخلص لما بتخلص هاي العملية شباب لازم نعمل اعادة تشغيل للجهاز ونروح نشيك المشكلة انحلت ولا لا ما انحلت اخوان بنروح ناخد الامر التاني SFC مساحة سلاش سكان ناو ناخد تاني امر نفس الشيء نلسقه هون وندغط على Enter وبنفس العملية اخوان راح تبدأ عملية الverification والفحص بنستنى العملية حتى تخلص بعدها نعمل اعادة تشغيل للجهاز لو المشكلة يا اخوان لسه مستمرة راح تيجي مثلا للتطبيق اللي فيه مشكلة تضغط عليه كليك كيمين Properties هون وتيجي لتاني خيار compatibility هذا وبتيجي هون تضغط على هذا الخيار ونغير على حسب نسخة الwindows بسيستخدمها حاول تجرب كل هذول جرب ويندوز 8 apply وok ودخل للتطبيق ما اشتغل جرب مرة تانية compatibility وشوف ويندوز 7 فيستا جرب كل هذول وشوف المشكلة راح تنحل معاك ولا لا هذا كمان حل ممكن وتقدر تسويه او لازم تنتبه اداء الwindows عندك عشان ممكن هاي المشكلة غالبا بيكون سببها تغيير في نظام الwindows ممكن انت كان عندك ويندوز 32 غيرت لل 64 او عملت له ترقية لل 64 وصار ما بيشتغل فتقدر تروح وتتأكد اولا properties وتشوف نظامك سيستيم تايب 64 بتزين بتشوفون هون يخوان فممكن يكون هوز احد الاسباب هاي المشكلة ولكن حاولوا تجربوا الخطوات اللي سوينها في البداية وبايدن الله تشتغل ما اشتغلت وما ضبطت معاك كل الحلول جرب هذا الحل دي قلتلك انك ما في غير تغير الwindows للاسف غير لل 32 او البرنامج هذاك حمل نفس البرنامج ولكن يكون نسخة ال 64 بت وبايدن الله تنحل معاك المشكلة هتمنى ما نكون طولت عليكم شباب لا تحنمونا مشتركاتكم في قناة اذا ما كنتم مشاركين لو المشكلة لسه مستمرة عندكم حتى لو غيرتوا يعني الwindows كتبوا لي تحت في الكومنتات وبايدن الله هشوف لكم حلول ثانية لايكاتكم للمقطع عشان ينتشر يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ان شاء الله شوفكم في مقطع وفيديو السوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله